موسيقى تعد النوات أكبر وضيات الخلايا حقيقية النوع وأهمها من حيث الوظيفة كونها مخزنا لمعظم المادة الوراثية للخلية توجد ضمن بنا تدعى الصبغيات يتألف كل صبغي من جزء طويل من الـ DNA وبروتينات أساسية تدعى الهيستونات تعمل بمساعدة بروتينات مرافقة على تكثيف ورزم الـ DNA للحفاظ على سلامته وما المورثة إلا قطعة من إحدى سلسلتي الـ DNA مكونة من تتالي عدد محدد وكبير من النيكلوتيدات المتعاقبة والمرتبطة ببعضها خطيا تعمل بالنهاية على ترميز تركيب بروتينات معين ما يؤدي إلى ظهور صفة وراثية معينة في العضلات أو الشعر في الأجسام المضادة وحتى الهرمونات تتضمن عملية تركيب البروتين مرحلتين أساسيتين هما النسخ والترجمة تحدث عملية النسخ بداخل النواة وتبدأ بارتباط الـ RNA بوليمراز بالمحدد الخاص بالمورثة المراد نسخها ثم يقوم بفصل سلسلتي الـ DNA في نقطة البت وإضافة نيكلوتيد من الـ RNA مقابل نيكلوتيد من شريط الـ DNA القالة ثم يتحرك الـ RNA بوليمراز على طول جزء الـ DNA مباعداً شريطين بعضهما عن بعض ومضيفاً أنيكلوتيدات الحرة إلى النهاية ثلاثة فتحة لسلسلة الـ RNA النامية وذلك حسب قاعدة تشافى الأسس الأزوتية وعندما يصل الـ RNA بوليمراز إلى نهاية المورثة يترك جزء الـ DNA محرراً جزء الـ RNA المرسى للطليعة ثم تأخذ هذه الطليعة عملية نجن يتم فيها قطع الإنترونات ووصل الإكسونات لتشكيل الـ RNA مرسال الناضج الجاهز لكي يترجم إلى بروتين وبعد ذلك ينتقل الـ RNA مرسال إلى السيتو بلازما عبر ثقوب الغشاء النووي لتبدأ عملية الترجمة المرحلة الثانية من تركيب البروتين في السيتو بلازم يرتبط الـ RNA مرسال بالجسيم الريبي الريبوزوم والذي يشكل الموقع الذي يتم عليه تركيب البروتين يقوم الـ RNA الناقل بنقل الحموض الأمينية المنشطة نقلاً نوعياً من أماكن وجودها في الهيولة إلى الجسيمات الريبية ليضع كل منها في المكان المناسب في السلسلة البروتينية المتنامية عن طريق مقابلة الرامز المعافس الموجود على الـ RNA الناقل مع الرامز الموافق على الـ RNA مرسال ليتشكل في النهاية البروتين المطلوب وبالتالي فإن عدد وتسلسل وترتيب الرامز على الـ RNA مرسال يحدد عدد وتسلسل وترتيب الحموض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين وأي تغيير بالمورسة يؤدي إلى تغير في السلسلة البيبتدية وبالتالي تغير في البروتين اشتركوا في القناة